وفي ظل ارتفاع أصوات المعارضة الإيرانية وأطلاق دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء الذي يتزامن مع يوم السنة الإيرانية ارتعد عدد من المسؤولين الأمنيين وأعلنوا تخوفهم الكبير من فلتان أمني خطير وأكد أن الأجهزة الأمنية رفعت حالة التأهب إلى أقصى درجة بهدف ما أسماه الحفاظ على استثباب الأمن دائما ما يكون أصحاب الحكم أكثر خوفا على سلامة حكمهم من الانهيار ممن يحاولون انتزاعه وخلعه فالأول إن خسر الحكم خسر وجوده والثاني إن خسر الوصول إلى غايته لا يضيره إن بقي في مكانه ولهذا التخوف الحكومي مؤشرات وقراءات تدل على تأزم الوضع في دائرة الحكم في الحالة الإيرانية الشائكة فكلما ارتفعت مؤشرات الخوف والقلق لدى الولي الفقيه زاد شعور عدم الاستقرار والأمان وارتفعت نسبة عدم الالتزام بالقوانين نظرا لأولويات الولي الفقيه في الحفاظ على حكمه المترهل وفي هذه الأثناء مؤشر القلق الحكومي في إيران وصل إلى ذروته في ظل الفوضى الأمنية للانتفاضة وإطلاق دعوات شعبية لتحويل عيد رأس السنة الإيرانية المرتقب إلى انتفاضة شعبية جديدة ضد النظام الجائر في كل المدن والساحات الإيرانية ذلك ما استدعى رفع حالة التأهب لدى جميع أجهزة الأمن إلى أقصى درجة نائب قائد القوى الأمنية الداخلية في محافظة زنجان لم يتمالك نفسه من الخوف بل إنه صرح بذلك علانية وقال إن الشرطة ستستخدم كل قوتها للحفاظ على ما أسماه استتباب الأمن وإنهم في حال لم يسيطروا على الساحات سيتم استخدام جهد الشرطة الفخرية في الثلاثاء الأخير وسيكون لشرطة الأمن والعسكر حضور مرئي وغير مرئي في كل نقاط المحافظة خاصة النقاط المزدحمة بالمرة ما أكثر الأجهزة الأمنية في إيران وما أفلت الأمن فيها المعارضة الإيرانية بشتى أصنافها وعرقياتها ودياناتها تتوعد الولي الفقيه وأذرعه بيوم لم يروا مثيلا له سابقا يوم تمتزج به الاحتفالات بقنابل الغاز المسيلة للدموع وتمتزج به آلام التعذيب مع نشوة تزلزل ثوابت الحكم الثيوقراطي يوم تستحضر فيه مشاعر الانتقام من السارق والمعتدي وتمتزج بعزيمة خلع الملك خلدها التاريخ في صفحاته لتكون عبرة للولي الفقيه ومن حذى حذوه أفيعتبر؟ ترجمة نانسي قنقر